شبح المجاعة يتهدد اليمن هذا ما جددت التحذير منه منظمات أممية حصاد حرب الميليشيا وانقلابها على الدولة قاد البلاد نحو هاوية كبيرة وبات الجوع يتهدد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات المنظمات الأممية والإنسانية الدولية حذرت من قرب انزلاق البلد إلى المجاعة في ظل استمرار حرب الميليشيا حرب عمدت من خلالها إلى استنزاف خزائن البنك المركزي وتقييد النظام المالي ما أدى إلى عجز المستوردين عن شراء السلاع الغذائية من الخارج في الوقت الذي امتنعت فيه البنوك عن إصدار خطابات ائتمان نتيجة الشلل الذي أصاب النظام المصرفي في البلاد تراجع الواردات الغذائية رفع مؤشر خطر المجاعة إلى الدراجات الرابعة وفق الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو عبد السلام ويلد أحمد ما يعني اقترابها من إعلان المجاعة يترافق هذا التراجع مع انهيار اقتصادي هو الأكبر واتساع في رقعة الحرب وتلاش الأمل في اقتراب الحل السياسي لا سيما وأن نداءات السلام الموجهة إلى الميليشيا لم تلقى استجابة تذكر